خليك كده أقول لي إيه أسباب فوز الأهلي مبارح على الوداد واحد اتنين ثلاثة من وجهة نظرك نمرة واحد تركيز كامباين قوي وهم بيسخنوا اتنين روح النادي الأهلي ودي بتبقى رقم واحد واللعيب رقم مليون في المكسل تالت حاجة تنفيذ تعليمات المدرب بحزة فيرو أربعة اللي يقل بدنيا للنادي الأهلي كان واضح جدا تسعين دياء ولو وصلنا المئة وعشرين دياء الأداء واضح وعارف هو بيسحب مين وبيدخل مين يعني في ناس كتير النقاط بتتكلم على خروج ديانج ديانج خرج عشان ما يخدش الإنظار التالي ويقض طرد صح وده يدل على زكاء المدرب والنوق طبعا ومنزل واحد بنفس المهام حمد فتحي إيه الحاجة الجميلة اللي ظهرت ما بين أيمن أشرف وآسر إبراهيم محمد هاني وعلي معلول ده علي معلول يا جماعة بيحسسنا أنه مصري قبرا عن جدا مش تونسي بيحب النادي الأهلي أكتر ما بيحب أي كأنتين حدث إن فيه واحدة متماسكة يا كابتن فيه تناغم كده بين اللعيبة فاهمين بعض قوي مبارح في الملعب رأسا لسه بقولك أول مرة شوف النادي الأهلي أما بيضغط بيضغط كتلة واحدة ما فيش وقت يعني حدث بلا حرج اسم واحد واحد أما يكون ورايا واحد زي الشناوي عامل كده هيكون أنا شكل إيه وأنا راجل سرد باك معايا هرم أفل لي أي حاجة اتنم السكين إحنا هنقدي نفس الأداء مش أقل منك أطراف موجودة لنا مهام ولنا وظائف المدير الفني بنبلغنا بيها نشتغل عليها إذا كان محمد هاني أو علي معلول عندنا اتنين في نص الملعب اسمهم الصمام الأمان قبل ما كرة توصل لخط الضهر عمر السلية وديانج عندنا تلاتة فنانين بيشتغلوا من تحت الفيرود هم أفشة وأجيه وحسين الشحات عندنا فيرود مطلوب منه أنه هو يبقى محطة أشتغل من عليها وكنا أول مرة نشوف أفشة الفيرود الخفي اللي جاي من تحت الفيرودة الناس كلها بتبقى متوقع أنه أجيه متوقع أنه حسين لا هو كان فاتح الملعب بطريقتين مختلفين أول ما بيحصل شغل من العمق بنشوف أفشة نحن بنشوف شغل على الأطراف بنشوفه أجيه وحسين كان هو عمل توليفة ممتعة للنادي الأهلي أكيد شايف أن جون أفشة في الدقائق الأولى ساعد في النادي الأهلي يفرط سيطارته من أول طبعا بيقولك إحنا بنتعلم كده من أول ما تعلمنا يعني كرة إن كنت رايح بره مصر ما تخسرش البونط اللي معاك ما كسبتش ما اخسرش معايا درون ما بالك إن أول خمس دقائق أو سبع دقائق أحرصت هدف خلاص بتديك ينشوف أنك الفرقة التانية هتبتدي تفتح خضوتها هبتدي أنا ألعب على أخطاء دفاعهم وصغرات نص ملعبهم وابتدي هاجم من الحدة دي غير ما بيبالمطش السجال ما بين طرفين ولسه ده بيهاجم بهاجمة وده بيهاجم هاجمة بيبقى الكلام عادي لا أنا جبت جونبادري سيطرت على أجوال مطش لا استحواس 53% 47 فرقة الوداد وأنا بلعب بره ملعبي نسيبنا بقى من حتة الجماهير ومش الجماهير وكلام بها من الأداء اللي شافته من اللعيب ليه عشان أنا نازل من الأول الإحساس والمحاضرة والصفر قبلها في يومين وقبلها في قبل مطش برامتز وقبلها في قبل مطش امبي في حديث نفسي بين المدير الفني وكابتن سيد عبدالحفيز وجهاز الكرة كله بيتكلم مع اللعيبة إحنا يا جماعة راحين أفريقيا إحنا راحين نمتع الشعب المصري إحنا اللي بنرسم اللي بتسامة للناس إحنا اللي بنقول بنسمع مهاطرات كتيرة على الاسم النادلال لا إحنا نقول كلمة بقى ودي أهم من أن أنا موجود مع حضرتك أو مكسب النادلالي كابتن محمود الخطيب نقول له شابو لوجود مستر موسيماني أنت ضربت كل الأقويل بعرض الحائط كنت إنسان رازين جدا بتعمل لنفسك فكر أنت من أحسن من رأت الكرة المصرية والأفريقية والعربية وهنقول العالمية مين هو محمود الخطيب عمل المعادلة الصعبة جاب واحد في وقت مستحيل حد يضحب اسمه عشان يمسك في الوقت دوت وهو راح يلعب قبل نهائي ونهائي بتولد أفريقيا هو عارف وبيعمل إيه الاختيار من نجم كبير زي كابتن محمود اختيار من نجم موجود على الساحة العربية والأفريقية لإسمه تقلو كرئيس نهادي وكان اسمه كان لعيب كبير طبعا اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو مجموعة حاجات بتعلي اسم الكيان يمكن درامان بقولها يا كابتن إنه شعبات الكرة في مصر قبل كابتن محمود الخطيب حاجة كلاعب طبعا وبعد كابتن محمود الخطيب حاجة تانية ودى شعبات الكرة في مصر في حتة تانية ترجمة نانسي قنقر